طيب دلوقتي يجي معادنا مع الأخبار التي ستحدث اليوم بمشيئة المولى عز وجل وأولها افتتاح موسم جديد للعرض المصرحي حلم جميل على مصرح السلام بشارع الأصر العيني وفي الحقيقة هي المصرحية للمخرج خالد جلال والممثل القدير سامح حسين وهي يعني بتحكي رائعة من رواقع شارلي شابلين أعتقد أننا سنكون أمام ما حدث من أشاق المصرح تحديدا أو لأشاق المصرح هيكون غاية في الروعة ولابد أن كل محبي المصرح لهم يتفرجوا على هذه المصرحية تحديدا لأن أعتقد خالد جلال خلاص معروف أعتقد أن فيها أجيال مختلفة وأشكال مختلفة وبيقدم مواهب مختلفة ويسيب الناس مساحية تتحرك فبنشوف حاجة أكيد هيكون فيه تفاصيل يعني أنا عن نفسي عاوز أروح طيب كمان النهاردة هيبقى فيه مركز إبداع قبة الغوري تحديدا بمنطقة الأزهر هيبقى فيه حفل ذكر ويمتح لفرقة أبو الغيت وكمان فيه مؤتمر صحفي لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول طبعا لكرة القدم ده استعدادا للمباراة الودية ما بين منتخب مصر ومنتخب بلجيكا بالنسبة للأخبار المهمة لها تحصل النهاردة فهيتم افتتاح موسم جديد للعرض المسرحي حلم جميل على مسرح السلام بشارع القصر العيني وهيرفع الستار الساعة 8 بالليل أيام الخميس والجمعة والسبت وفق الخطة اللي اعتمدها المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي النهاردة هيقيم مركز إبداع قبة الغوري بمنطقة الأزهر التابع لقطاع صندوق الترمية الثقافية حفل الذكر والمدائح لفرقة أبو الغيط الساعة 8 بالليل هتقدم الفرقة مجموعة من الفقرات المتميزة منها على عودي، صابر، والحبيب وده من خلال دمج النصوص الصوفية والموسيقى مع الإقاعات النهاردة هيقام الساعة 3 وربع العصر مؤتمر صحفي لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وده للحديث عن ودية منتخب الجيكا المقرر لها 5 مساء الجمعة بستاذ جابر الأحمد الدولي بيعقب المؤتمر الصحفي تدريب مفتوح لمنتخب مصر ومسموح للقنوات والمصورين لمدة 15 دقيقة